بسم الله الرحيم والصلاة والسلامة ورحمة العالمين أمر عظيم وأمر جلل وقع في الأمة الإسلامية وكان سببا في ضياع وخراب الأمة الإسلامية حديث خطير لأسف الشديد كثير من بلدان المسلمين يقع في ذلك وهو ضياع الأمانة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من ولي أمرا من أمور المسلمين فولى رجلا وهو يجد من هو خير منه فقد خان الله ورسوله وفي رواية أخرى من قلد رجلا في عصابة وهو يجد في هذه العصابة من هو أرضى منه فقد خان الله ورسوله عليه الحديث ده معناها لو أنت صاحب مصنع لو أنت صاحب شركة مؤسسة وعندك مكان خالي تريد أن تولي عليه أن تولي عليه رجلا كنت صاحب منصب وأتيت بفلان أو بعلان وضعته في هذا المكان وأنت تعلم أن هناك من هو أرجى منه ومن هو أصلح منه لهذه المهمة فقد وقعت في الخيانة الخيانة العظمى فقد خان الله ورسوله ده كل الناس ده دلوقتي قلمة تجد إنسان يتعين في وظيفة أو يتقلد منصب إلا بالواسطة وبالمحسوبية وضعت وضعت أين تكافؤ الفرص وضعت العدالة وضع الحق ولعن الله قوما ضع الحق بينهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يبقى ده المسيبة الكبيرة لسبب سبب في ضياع الأمة الإسلامية الواسطة أو المحسوبية أو تولية من لا يصلح لذلك لو أنت صاحب مركز في مكان وعايز تولي واحد وظيفة لازم تعمل لازم تعمل مسابقة ويتقدم إليها كثيرون وتعمل مفاضلة وترى من هو الأصلح الذي يستحق هذه الوظيفة بالكفاءة والخبرة وتعمل ما في وسعك أو في وسعك حتى تختار أفضل الناس لو ما عمدتش كده تبقى خيم وده اللي وقع فيه لذلك أكثر الناس بيقع في الخيانة ليه؟ وده سبب ضياع الأمانة ليه؟ لأنك إنت لو ما عمدتش كده ولد فلان أو اللان لقرابة أو لأنك محتاج منه مصلحة هيوعد عليها ويخربها إزاي؟ ده اسم ضياع الأمانة رسول صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم بعدين جاء عربي وقال له يا رسول الله متى الساعة؟ فلم يرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال القوم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله لكنه كره فلم يرد عليه وبعض الصحابة قالوا لم يسمع فلما انتهت المحادثة وده يوريك أنك كنت لما يكون عايز تسأل سؤال والشيخ أو الشخص معين بيتكلفة موضوع معين يمنى أنك كنت تنتظر لما ينتهي أو أنك كنت تستأذن تقول له ممكن يسأل سؤال برا الموضوع فرسول صلى الله عليه وسلم عندما انتهى من الكلام قال له قال لأين السائل عن الساعة قال لأنا يا رسول الله قال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال له فقال له وكيف تضيع الأمانة يا رسول الله كيف تضيع قال إذا وسد الأمر إلى غير أصحابه فانتظر الساعة خالب لكم إذا وسد الأمر إلى غير أصحابه يعني هي الكلام ده طبعا الحديث دي صحيح يعني توليت من لا يصلح وده اللي حاصل دلوقتي في كل بلدان المسلمين بلا سيسناء من أول أكبر رأس في الدولة إلى أقل رأس في الدولة إلا من رحمة ربي يعني في أكثر بلدان المسلمين تجد إنسان لا يستحق الولاية في كثير من البلدان المسلمين لا يستحق أن يكون وزيرا لا يستحق ربما لا يستحق أن يكون مسؤول عن الدولة لكنه يتولى فتكون النتيجة ضياع الأمة لأنه أنت بتحط إنسان لا يصلح لهذه المهمة لا يستحق عنده الكفاءة لا يستحق عنده المقاومات لنجاح هذه المهمة يكون السبب ضياع لذلك تجد في مساجد أئمة لأحسن تلاوة الفتاحات وبأمام وتتعجب إزاي ده تتعجب إزاي ده وإزاي واصلا أنه يكون إماما هو غير خاتم للقرآن غير دارس للسنة لا يحسن حتى قراءة الفتاحة لا يستحق عنده علم بالتجويد لا يحسن القراءة وبأمام واحد تاني يبقى وزير أو ربما رئيس وزارة أو ربما أكثر ولا يستحق عنده المقاومات العلمية ولا السياسية ولا غيره وهكذا فهتكون النتيجة فاقد الشيء لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطيه لا يستحق عنده المقاومات لكي يؤدي أمانة هذه الوظيفة ده الرسول صلى الله عليه وسلم رفض يقول لي سيدنا أبا ذر معينه قال عليه ما أطلت ما أزلت السماء ولا أقلت البطحاء أو حملت البطحاء للأرض رجلا أفضل من أبي ذر ولا أصدق سريرة من أبي ذر من أراد أن يتعلم العفاف الصدق على العفاف فليهذا بإلى أبي ذر سادس واحد أو خمس واحد أسلم على وجه الأرض من خير تصبر رسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام يرحم الله أبا ذر يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعثه يوم القيامة وحيدا لو ما قاله يبعثه أمه لأنه هيموت وحيد ما كانش بيحتفز بدرها ما عنده كانت تجيله ألاف الدراهم يطلحها في سائلتها على طول الله ماتا فقيرا وكان ممكن يكون من أغنى الأغنية كانت تجيله من الخراج لكن كانت تحتفز بحاجة عارفين ليه لو نسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أتعلم يا أبي ذر لو أنا عندي لو أنا عندي مثل جبل أحد ذهب ما بقي عندي أكثر من ساست أيام فهو أخذ الحديث ده وقص عليه قال ما حاوش أي فلوس جيله كان يطلح مع ذلك رسول صلى الله عليه وسلم كان رفض يولي قال له يا رسول الله لماذا لا توليني ولاية هو مش بيسأل طمعا في الولاية لكن خايف يكون فيه عيب أو فيه نقيصة مش موجودة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا توليني ولاية رسول الله قال الله يا أبا ذر إنها إنها غرامة يوم القيامة خزن وندمة إلا من أخذ بحقها إني يا أبا ذر رجلا ضعيفا فلا تقضي بين سنين ما عندهش المقومات مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما فيش السماء ما أطلتش واحد ولا الأرض حملت واحد أصدق سريرة ولا أصدق ولا أبر ولا أعاف من أبي ذر يعني عايزين أكثر من كده ومع الصلاة ما رجلش يوليه ثم أنت تيجي تولي واحد لذلك اوعى تبحث عن وظيفة بالواسطة المحسوبية لأنك ستتأخذ مالها تستحق لما تجي تتقدم الوظيفة ما تسبقش واحد وانت عارف أنه أحسن أفضل منك ما تعتقدش تأخذ وظيفة لأنك قريب أو فلان لأن أكيد فيه واحد ممكن أفضل منك ما تعملش انترفيو ما تعملش مسابقة يبقى أنت تأخذ حاجة يبقى إذا المال انت هتأخذه من الوظيفة دي في شبهة لأنت أصدا لو كانت عمل انترفيو أو انتحان وكنتش هتأخذه الوظيفة دي يبقى أنت هذا فيه خيانة للرسول صلى الله عليه وسلم وخيانة لله من صاحب العمل ومنك لذلك حاول ما فيش حد طبعا للأسف نحن فيه زمن عمد فيه البلوة عمد فيه البلوة لهذه المصيبة وضعية الأمة بسبب هذا فضيع الأمانة وتولية من لا يصلح وخيانة الله والرسول صلى الله عليه وسلم ومش ممكن الناس بتخون لله وتخون للرسول صلى الله عليه وسلم يا لذين أمانوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ربنا قال كده يتقوا فتنة لا تصيبانا فلا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فدي خيانة خيانة طولية من لا يصلح والوسطى والمحصوبية وتعين فلان لأنه قريب فلان من غير ما تعمل الانترافيو دي خيانة لله الرسول وخيانة مش عادية دي خيانة عظمة يعني أنت تخونت الله وخونت الرسول لأنك لو كل واحد عمل كده وده سبب من أسباب الرئيسية لضعها الأم لأن معظم الناس المتولدة متولدة مصالب مناصب مناصب لا تصلح لا تصلح فأنا أكتب لكم الحديث دي في الوصف وتعالي فيديو ونسخوه مشروع نشح هذا العلم الفيطان العظيم العلم مع علمات من الله أجر من عمل بيهم القيامة لا ينقذ ذلك من قناة شات واشتغل الجرس والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ويساعدون عنش الصنة النبوية كل قول لهذا أستغفر الله لي ولكم